يعرف وباء كورونا منحنى تنزل مضو سبع في الجزاء الرغم تخوف البعض من الأطر السلبي للعودة التدريجية لبعض النشاطات التجارية الشواطئ وكذا المسجد تحسن يعني في الوضعية الوبائية في البلاد هذه حاجة إيجابية ولكن عندها تفسير بالنسبة للجهود يعني العامة والخاصة التي تخذتها الدولة عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ستكون مع انطلاق امتحانة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا والذي سيستوجب بروتوكولا صحيا صارما خاصة مع هذه الفئة العمرية هناك قرارات صارمة بالنسبة لطاولات مثلا ابتعاد ما بين التلاميذ وغير ذلك خاصة اليدين في الدخول في الحجر مثلا الطام الدرس العادي في الأقسام ما يزمش يكونوا أكثر من عشرين تلاميذ إذا كان الأمر يعني يديروا حصة صباح وحصة العشي يعني يديروا الوسم والتغني هذا قرارات هناك مدروسة ومعتمدة بالنسبة للأمر وبالتالي ما كان يستخوف بالنسبة لهذا فيما يتم حاليا دراسة البروتوكول الصحي الذي سيتم العمل به خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل ونعلمك مثلا باللي اليوم عنا اجتماع لنعتمد البروتوكول الصحي بالنسبة لاستفتاء المقدم من طرف اللجنة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أساس هذا الاستفتاء لفتح نوفمبر المقبل بأننا نجاهز زروحنا باش نعطي الاعتماد باش يكونوا في ظروف صحية حسنة بالنسبة للاستفتاء ما كاتب الاختراع وغير ذلك قبل أن يعترف بقاط بركاني بتواصل الإشكال فيما يخص عودة النقل ما بين الولايات وكذا النقل الجوي كل هذا على أمليا يتواصل المنحنة التنازلي للوباء في الجزائر ولملاء القضاء على الفيروس نهائيا ترجمة نانسي قنقر